جزر ماديرا جنة استوائية في قلب المحيط الأطلسية الأرخبيل البرتغالي الساحر الذي يقع غرب ساحل أفريقيا جزرا بركانية خضراء تنبض بالحياة محاطة بمياه المحيط الزرقاء الصافية وتلتقي الجبال الشاهقة مع الشواطئ الخلابة وتتدفق الشلالات وسط غابات استوائية كثيفة في هذا الفيديو سنتعرف على أولا أجمل الوجهات في جزر ماديرا ثانيا أهم المعلومات لتخطط لرحلتك مثل الفنادق المطاعم الطقس وغيرها أولا أفضل الوجهات في جزر ماديرا واحد بيكو دو أرييرو تعد قمة بيكو دو أرييرو أعلى نقطة في ماديرا وتوفر إطلالات بانورامية مذهلة على الجزيرة والمحيط المحيط بها يمكنك الوصول إلى القمة بالسيارة أو المشي في مسارات جبلية رائعة في الصباح الباكر ستشهد منظرا فريدا حيث تكون القمة فوق السحب مما يخلق مشهدا يشبه بحرا من القطن الأبيض لا تنسى إحضار ملابس دافئة حيث تكون دراجات الحرارة أكثر برودة على الارتفاعات العالية اثنان فونا شال هي عاصمة ماديرا النابضة بالحياة والجمال تتميز المدينة بحدائقها الاستوائية الرائعة مثل حديقة مونتي التي تضم مجموعة متنوعة من النباتات الناذرة استمتع بجولة في المدينة القديمة ذات الشوارع المرصوفة بالحجارة والمباني التاريخية الملولة لا تفوت زيارة سوق العمال حيث يمكنك تذوق الفواكه الاستوائية الطازجة والأسماك المحلية وفي المساء تنزه على طول الكورنيش واستمتع بغروب الشمس الخلابي على المحيط ثلاثة قرية كامارا ديلوبيش تقع هذه القرية الساحلية الساحرة على بعد بضعة كيلو مترات من فونا شال اشتهرت كامارا ديلوبيش بجمالها الطبيعية ومناظرها الخلابة حتى انها كانت مصدر الهام للعديد من اللوحات الفنية استمتع بالتجول في ميناء الصيد التقليدية تذوق السمكة الطازج في احد المطاعم المحلية واجرب المشروب المحلي الشهير بونشا لا تفوت مشاهدة فيديوهات عن البرتغال لشبونا بورتو جزر الازور والروابط في الوصف اربعة شاطئ بورتو مونيز يعد شاطئ بورتو مونيز من اجمل الشواطئ في ماديرا ويتميز ببركه الطبيعية الفريدة هذه البرك تشكلت بفعل الحمم البركانية وتمتلئ بمياه المحيط الصافية ذلك يوفر تجربة سياحية امنة وممتعة استمتع بالاسترخاء في هذه البرك الطبيعية واستمتع بمنظر الامواج وهي تنكسر على الصخور المحيطة المنطقة مجهزة جيدا بالمرافق السياحية بما في ذلك المطاعم التي تقدم المأكولات البحرية الطازجة خمسة شلالات ريسيفو تعد شلالات ريسيفو من اجمل المعالم الطبيعية في ماديرا تقع هذه الشلالات الرائعة وسط غابات خضراء كثيفة مما يخلق مشهدا ساحرا يمكنك الوصول الى الشلالات عبر مسار للمشي يمر بمناظر طبيعية خلهبة المياه تتدفق من ارتفاع شاهق مما يخلق ضبابا منعشا في الهواء المحيط انه المكان المثالي لالتقاط صور رائعة والاستمتاع بجمال الطبيعة البكر في ماديرا شارك الفيديو مع من ستسافر الى جزر ماديرا معه ثانيا اهم المعلومات لتخطط لرحلتك الى جزر ماديرا واحد ما هو طقس جزر ماديرا وافضل وقت للزيارة يتمتع ماديرا بمناخ معتدل طوال العام مما يجعلها وجهة مثالية في اي وقت الصيف من يونيو الى سبتمبر دافئ ومشمس مع درجات حرارة تتراوح بين 20 الى 27 درجة مئوية الشتاء معتدل ايضا مع درجات حرارة ناذرا ما تنخفض عن 15 درجة مئوية اثنان ما هي خيارات الفنادق في جزر ماديرا وما هي اسعارها الفنادق الاقتصادية والنزل توفر اقامة بسيطة باسعار تتراوح بين 40 الى 80 دولار الفنادق متوسطة المستوى تقدم خدمات جيدة باسعار بين 80 الى 150 دولار الفنادق الفاخرة والمنتجعات توفر اقامة راقية باسعار تبدأ من 150 دولار وما فوق ثلاثة ما هي تكلفة تناول الطعام في المطاعم في جزر ماديرا المطاعم المحلية البسيطة تتراوح الاسعار بين 10 الى 20 دولار المطاعم المتوسطة بين 20 الى 40 دولار المطاعم الراقية تبدأ من 40 دولار أربعة ما هي وسائل المواصلة في جزر ماديرا وكيف يمكن استخدامها بشكل اقتصادي الحافلات العامة سيلة اقتصادية للتنقل متوسط سعر التذكرة 2 دولار للرحلة الواحدة سيارات الاجر متوفرة بكثرة متوسط السعر 10 دولارات للرحلة داخل فوناشال استئجار السيارات خيار مريح لاستكشاف الجزيرة ومتوسط السعر 40 دولار يوميا التليفريك سيلة ممتعة للتنقل في فوناشال متوسط سعر التذكرة 15 دولار للرحلة الواحدة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد